الاجتماع مبارح مش بس تحدث أو شمل الحديث عن العقود لا تضمن أيضا يعني الحديث عن الاستثمارات ففكرة هنا أن احنا بنتكلم عن مشاركة ومشاركة الأهل اللي بيشهد كمان استثمارات كتيرة في الفترة كمان الأخيرة وكمان مش هنقول كتيرة لا استثمارات ضخمة وفي يعني زي ما بتقال كده بيتوافق كمان مع اللوائح وقوانين الدولية فأعتقد ده شيء برضو محترم خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل بسم الله الرحمن الرحيم السادة الحضور الكرام معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشاب والرياضة وسعاد الدكتور ناصر الكحتاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية يمكن الحقيقة في البداية بس بشكر حضراتكم لدعوة النادي الأهلي للمشاركة بزا مؤتمر الحقيقة عنوانه عنوان مهمة جدا لتطور الرياضة الرياضة بأصبحت صناعة والرياضة استثمار كبير جدا أي صناعة وأي استثمار يجب أن يكون القانون يحميها والقانون يضع الأسس لنجاح هذا الاستثمار ويمكن بالنسبة للنادي الأهلي لفترة الأخيرة يعني شاهد استثمار كبير جدا من خلال تأسيس بعض الشركات اللي بشكر الدكتور أشرف صبحي على تسهيل وتسير هذا الأمر لأنه يعلم تماما مدى أهمية الاستثمار الرياضي وبالتالي طبعا الفعاليات المؤتمر الكريم أن إزاي برضو نحمي هذا الاستثمار من خلال القانون لا شك أن اليوم تعد صناعة الرياضة صناعة ضخمة جدا جدا على مستوى العالم والوطن العربي أيضا استقدر مساهمتها في حركة التجارة الدولية بما يزيد عن 3% من إجمال تلك الحركة كما أصبحت الرياضة قطاع اقتصادي يشكل ركنا أساسيا من الاقتصاد الكل لأغلب الدول ومنها بالضرورة الدول العربية وجزء رئيسي من إنفاق الأسر باختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية سواء لشراء عدوية جديدة في أحد الأندية أو مراكز الشباب أو اشتراك في أكاديميات رياضية أو شراء أدوات رياضية لحصة الرياضة في المدرسة حتى شراء الكرة الممكن للطفل يلعب بيها في الملعب المفتوحة الأمر الذي جعل جميع الحكومات والمؤسسات والأفراد لديه شغف كبير بتلك الصناعة تلك الصناعة الضخمة التي تجذب إرادات تجاوزت أكثر من 845 بليون دولار حول العالم تلك الإرادات ناتجة عن عقود ضخمة تنظم انتقالات اللعبين الحصول على خدمات المدربين شراء حقوق البس والرعاية البس التلفزيوني والرعاية وحقوق الامتياز للعلامات التجارية طبعا وألخ حاجات تانية أخرى لكن دي الحاجات الأساسية اللي هنحن نتكلم فيها هذا التطور الاقتصادي السريع والمتلاحق لصناعة الرياضة والاندفاع للاستثمار في مجالاتها المختلفة يرتكز على العديد من الدعائم الرئاسية مثل التمويل التكنولوجيا موارد بشرية وألخ لكن المهم هنا بقى أن الضبط القانوني عبر النظم الأساسية للاندية والاتحادات والعقود القانونية لتلك الصناعة يمثل حجر الأساس للنجاح واستدامة التفوق في المنفسات الرياضية والتدفقات المالية ونجاح العلاقات ما بين أطراف الصناعات المختلفة وفضوء ذلك فإن تاريخ النادي الأهل العريقة ونجاحات الفرق الرياضية على كافة المستويات الوطنية والقرية والدولية ودعم المنتخبات الوطنية بأكثر من خمسين في المئة من اللعبين كان ولا يزال يرتكز في الأساس على نظام أساسي قوي يتوافق مع القوانين الوطنية والمثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية ويلتزم بتطبيق نصوصه جميع أبناء عائلة النادي الأهل كما أن الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت أكثر من مليار وستمائة مليون جنيه خلال الأربع سنوات الماضية في البنية التحتية والملاعب والصلاة للمكر الرئيسي وفارع النادي في مدينة ناصر أهل مدينة ناصر وأهل الشيخ زايد وأيضا فرع القهرة الجديدة إن شاء الله الذي سيتم فستاحه قريب جدا بإذن الله في خلال شهور شهرين ثلاثة تأيبا إن شاء الله والتفرق كبيرة في الإرادات التسويقية والتي أصبحت الأكبر بين مختلف أندية القرى الأفريقية تعود إلى كافة الإجراءات والصياغة الدقيقة للعقود القانونية والتي توضح التزامات وحقوق كافة الأطراف وتوافقها مع صحيح القانون ولا تتعدى على حقوق الآخرين لعبين مدربين اتحادات أندية منافسة وسائل إعلام شركات رعية شركاء تجاريين وكل ذلك يتم من خلال لجنة قانونية تضم كفاءات مصرية برئاس مشار جليل محمود فهمي ربنا ديو الصحة وطلط العمر ونحن في النادي الأهلي حرصنا على مشاركة لأننا كلنا أمل أن نقدم هذا الملتقى الدولي والذي يضم قامات وكفاءات عالمية في مختلف مجالات القانون والاستثمار والصناعة وبالطبع منها ما يختص بالرياضة للخروج بحلول وتوصيات تمكننا ويمكننا من خلال التغلب من خلالها التغلب على التحديات التي ما زالت تواجه تطور الصناعة الرياضة المصرية والعربية مثل التعدي على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية للأندية والاتحادات حماية المحتوى الرقمي للمنافسات الرياضية وحقوق الرعاية ومراكبة تضفق الأموال بتلك الصناعة الواعدة بالإضافة لوضع توصيات لتحفيز الاستثمار بالمجال الرياضي ورؤية قانونية لمزيد من الإعفاءات الضريبية على الأندية والاتحادات التي لا تستهدف الربح والإنهاء السريع للمنزعات الرياضية وده أمر هام جدا وفي النهاية نتمنى التوفيق والسداد للقائمين وجميع المشاركين بهذا المتقى لما يخدم أهداف الرياضة النبيلة والإنسانية وخدمة مصالح الرياضة المصرية والعربية وتمكين أندياتها واتحاداتها الرياضية في أن تكون في صدر يعني في صدر الرياضة العالمية دعواتي بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤتمر مهم ولقاء مهم وكلمات مهمة وكلام من هذه الكلمات أو التصريحات في غاية الأهمية كان مهم أننا نعرض لحضراتكم بردو أكبر كم نقدر يعني من خلال هذا التقرير المجمع زي ما بيتقال لأن زي ما احنا متعودين والأهل ما عودنا أنت لازم تبقى عارف إيه اللي بيتم على الأرض خطوة بخطوة زي ما بيتقال كده بشكل حي أو بصورة حية فده لحد دلوقتي اللي حاصل وده الاستثمارات أو دي الاستثمارات اللي بنتكلم عنها ولسه طبعا فيه مزيد من الأمور يعني أعتقد أن دي الأهل مجهزة لفترة القادمة زي ما احنا ماشيين كده خطوة بخطوة